علمتني السنة أن الإنسان إذا رزق النبلة وسلامة الأصل لا ينكر الجميل هذا شيء نفتقده جدا في حياتنا أخوانا إنسان النبيل إنسان المحترم سن الذي عنده دين ونخوة ومروءة وتعلم من الوحيين من القرآن والسنة لا ينكر الجميل لا ينكر الجميل أبدا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك نحن في زمان للأسف الشديد في زمان شديد الظلمة شديد نكران الجميل شديد عدم الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم عدم إنزال الناس منازلهم وهكذا منازلهم ولذلك أخوانا من الشيء المهم جدا من هذه السلسلة هذه الجزئية وهي أن يرد المرء الجميل لأهلي وأن يعترف الإنسان بالفضل لأهل الفضل وأذكر فيه في عجالة ما رواه أصحاب السنن ورواه البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه قال كان كنا جلوسا وكان أصحابة الأنصار يجلسون فيبكون يعني كان الأنصار يجلسون كان في مرض الرسول عليه السلام الذي مات فيه كان في مرض الرسول الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قال كان الأنصار يجلسون وفمر عليهم أبو بكر والعباس مر عليهم أبو بكر رضي الله عنه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مروا على مجلس من مجالس الأنصار فوجدوهم يبكون وجدوا الأنصار يبكون الأنصار طبعا كما تعلمون هم الذين آووا رسول الله ونصروا إخوانهم وضيفوا المهاجرين وأعطوهم من مالهم وأكرموهم أيما إكرام وأنتم تعلمون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص هؤلاء ومن يقشح نفسه ولكن المفلون هؤلاء هم الأنصار الذين استضافوا المهاجرين رضو الله تعالى عنهم جميعا فيقول أناس مر أبو بكر والعباس على مجلس من مجالس الأنصار فوجدوهم يبكون فقال لهم لماذا تبكون لماذا هذا الاجتماع ولماذا هذا البكاء فقالوا والله تذكرنا أو ذكرنا مجالس أو مجلس رسول الله ذكرنا مجلس رسول الله ففضت أعينهم لأنهم لا أحد يزيد على محبة الرسول عليه السلام بالنسبة لها أولئي الصحابة رضو الله تعالى كيف كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام كان أغلى شيء في حياته هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان أغلى ما يملكون بالنسبة للرسول عليه السلام لا يساوي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام أغلى من الهواء الذي يتنفسونه ومن الماء الذي يشربونه ومن الوالد والولد والغالي والنفيس عليه الصلاة والسلام فالنبي مريض والأنصار يجلسون يبكون يتذكرون تعارف لما يكون في حد يملأ عليك حياتك وفجأة تفتقده تشعر أنك في هذه الدنيا وحدك تشعر أنك في هذه الدنيا الكبير على ساعتها وحدك تشعر أنك تتنفس من خرم إبرة ما تستطيع أن تتنفس لا ترى نورا بل ترى ظلمة ترى ضيقا في النفس وفي الأفق فما بالكباء أنهم فقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان معهم وكان يصلي بهم وكان إذا كبر كبروا إذا قال سمع الله الحمد قال ربنا ولك الحمد وكانوا إذا أرادوا شيئا رجعوا إليه وكان الوحي ينزل وهم على أقدامهم وهم يتنفسون الوحي ومسألة مسألة كبيرة وفجأة فقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلما جلسوا النبي في بيته مريض فجلسوا يبكون فسألهم أبو بكر والعباس لماذا البكاء قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضت أعين الأبكين فذهب العباس وأبو بكر رضي الله عنهما ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه الحكاية وحكى لهم رأي فقام النبي عليه الصلاة والسلام فعصب رأسه بعصابة رابط رأسه شد عليها شيئا وخرج مع العباس ومع أبي بكر وكان مريضا عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعصب رأسه أو على رأسه عصابة على رأسه كان على رأسه عصابة ربطها على رأسه ثم صعد المنبر وما صعد المنبر بعدها يعني كانت آخر مرة للنبي عليه السلام يصعد فيها المنبر صعد النبي عليه السلام المنبر وهو على هذه الحالة فحمل الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس أوصيكم بالأنصار خيرا انظر ذكرت لك في أول هذه الفقرة قلت أو هذه الفقرة قلت علمتني السنة ألا ينسى الإنسان الفضل لأهله الفضل لأهل الفضل هذا من الأنانية قال أيها الناس أوصيكم بالأنصار خيرا فهم كرشي وعيبتي فهم كرشي وعيبتي يعني هم بطانتي وخاصتي هم أقرب الناس إلي إلى قلبي وإلى نفسي أصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي فقد قضوا الذي عليهم قضوا الذي عليهم يعني انظر إلى كلام الرسول كلام رقراق كلام رائع قال عليه الصلاة والسلام أصيكم بالأنصار فهم كرشي وعيبتي وقد قضوا ما عليهم يعني فعلوا كل ما بوسعهم أعطوا من مالهم وأعطوا من أوقاتهم ومن ديارهم ومن أنفسهم وشاركوا صحابة رضوان الله تعالى المهاجرين في الأرض في الزراعة في الأموال في كل شيء حتى في نسائهم كما تعلمون ليس عنكم ببعيد خبر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن نعم رد زوجته أخيه إلا أنه عرضها عليه أن يطلقها له ويتزواجه عبد الرحمن ففعلوا كل شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في مرض موته عليه الصلاة والسلام فإنهم كرشي وعيبتي فقد قضوا الذي عليهم يعني ما عليهم فعلوه فعلوه وزيادة لم يقصروا أبدا رضوان الله تعالى عليهم وبقي الذي لهم وبقي الذي لهم ما الذي لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقبلوا من محسنهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم يا ليتا الذين ينسون أو يتناسون ما فعل معهم من جميل ومن فضل ومن كرم ومن وقفة في وقت ضيق ينظرون وهم الآن ينسون هؤلاء ودارت الدنيا وانقلبت وغيرت النفوس وقد يمنع الله سبحانه وتعالى المال من إنسان أو قد يمرض المرء ويفتقر بعد غينا وأصعب شيء يمر على العباد أصعب شيء يمر عليك السلب بعد العطاء السلب بعد العطاء إنسان يكون عزيزا وفجأة يزل إنسان يكون غنيا ويفتقر يكون صحيحا ويمرض يكون مقيما ويغترب وهكذا هذه من أصعب الأشياء وفي هذه الأوقات يحتاج المرء إلى أن يرى أثر ما فعله من قبل يحتاج إلى من يقف بجانبه ويأخذ بيده ويمد له يده وهكذا فانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسى الأنصار فضون الله تعالى عليهم لم ينساهم أبدا سكم الأنصار خيرا فهم كرشي وعيبتي فقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم هذا ما علمتني السنة ترجمة نانسي قنقر